سلام الله عليكم متابعي ومحبي قناة زهر مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد وموضوع جديد بالنسبة لموضوع هذا الفيديو ان شاء الله سيكون حول كيفية تحويل لغة تطبيقين يعني اليوتيوب وكذلك تطبيق يوتيوب ستوديو هذين التطبيقين يمكننا تغيير لغتهم من اللغة الفرنسية أو الإنجليزية إلى اللغة العربية دون لمس لغة الهاتف أو لغة نظام الهاتف يعني كما ترون الهاتف لدي يعمل باللغة الفرنسية وكذلك تطبيق يوتيوب ويوتيوب ستوديو يعملون باللغة الفرنسية لكن على سبيل المثال أنا لا أفهم اللغة الفرنسية بشكل جيد عندما أريد الدخول إلى إحصائية القناة لأعرفها بشكل جيد وأفهمها يجب أن أحول تلك الإحصائيات إلى اللغة التي أفهمها بشكل جيد من أجل أن أكون دار بما هو يجب معرفته لهذا سنقوم بتغيير لغة تطبيق اليوتيوب وكذلك يوتيوب ستوديو من أجل فهم أمور التي يجب فهمها على سبيل المثال سندخل إلى يوتيوب كما ترون ستظهر الأيقونات باللغة الفرنسية وكذلك يعني هذه هي أيقونات باللغة الفرنسية وكما ترون نظام العاتف باللغة الفرنسية سنترك نظام العاتف باللغة الفرنسية لكن سنحول فقط لغة التطبيق الخاص باليوتيوب إلى اللغة العربية فقط دون تغيير لغة الهاتف سنقوم بالضغط على أيقونة اليوتيوب هذه الأمور التي سنقوم بها هنا مع تطبيق اليوتيوب هي نفسها التي سنقوم بها على يوتيوب ستوديو يعني نفس المراحل ونفس الطريقة دون تغيير أي شيء سنطبقها على يوتيوب وسأترك لكم أنتم التطبيق على يوتيوب ستوديو وأي شخص لم يفهم أي مسألة يمكنه ترك كذلك تعليق من أجل إجابته إن شاء الله على شكل فيديو أو على شكل رد على تعليقه كتابة نضب أعلى بركة الله سنقوم بالضغط على تطبيق اليوتيوب بشكل مطول كما ترون سنقوم بالضغط على تطبيق اليوتيوب بشكل مطول عندما تظهر هذه سنقوم برفع الإصبع عن التطبيق سنقوم الآن بالضغط على هذا الحرف الصغير هنا حرف الإي سنقوم بالضغط عليه بعد ذلك سنقوم بالنزول شيئا ما الى الاسفل حتى نجد اللغة او لونج اللغة او لونج ثم سنقوم بالضغط عليها كما ترون تم يعني ضبط لغة تطبيق اليوتيوب على لغة نظام الهاتف يعني تم ضبطها على لغة الهاتف ان كان الهاتف باللغة العربية سيعملوا تطبيق باللغة العربية ان كان بالفرنسية سيعملوا تطبيق اليوتيوب باللغة الفرنسية ان كان الهاتف باللغة الانجليزية سيعمل تطبيق باللغة الانجليزية لكن نحن سنجد نترك الهاتف باللغة الفرنسية ولكن تطبيق اليوتيوب سنقوم بتحويله الى اللغة العربية سنقوم بالنزول الى الاسفل ونبحث عن اللغة العربية كما ترون هنا اللغة العربية عند عندما نجد اللغة العربية سنقوم بالضغط عليها بطبيعة الحال. ثم نختار اي بلد من هنا على سبيل المثال تونس او الجزائر او لا. يعني المغرب غير موجودة في هذه القغيمة. سنختار على سبيل المثال الجزائر. بعد اختيار الجزائر هنا في اللغة. سنقوم بالضغط كذلك على نفس المكان وهي اللغة. سنقوم بالضغط عليها. ثم سابحثوا ان قاموا باضافة كما ترون تم اضافة اللغة العربية الخاصة بالمغرب. ساقوم بالضغط عليها. الان سنذهب الى تطبيق اليوتيوب. ساقفل جميع هذه الميزات. ثم سافتح تطبيق اليوتيوب. كما ترون تم تحويل الايقونات الى اللغة العربية. الصفحة الرئيسية. لا تتغير يعني سواء باللغة الفرنسية او الانجليزية او العربية تبقى نفس الكلمة. كذلك الاشتراكات. وكذلك هنا انت. يعني هذه هي الطريقة الصحيحة من اجل تغيير كما قلنا لغة التطبيق دون تغيير لغة العاتفة. سنقوم بتطبيق هذا على تطبيق يوتيوب ستوديو. كما ترون هنا يوتيوب ستوديو. سنقوم بتطبيق عليه هذا الشرح. سنقوم بتضغطها مطوالة. ثم نرفع ايدينا عندما تظهر هذه الصفحة الصغيرة. ثم سنقوم بالضغط على حرف الخاص هنا. عندما نقوم بالضغط عليه. سننزل شيئا ما الى الاسفل. نجد لغة التطبيق. سنقوم بالضغط عليها. ثم نقوم بالنزول الاسفل الى ان نجد اللغة العربية نفس الطريقة نفس المراحل نفس التطبيق. ثم نقوم بالضغط على العربية. ثم نختار على سبيل المثال اللغة الدولة الجزائر على سبيل المثال. ثم ساقوم بالضغط عليها مرة تانية رغم انني قمت بتحولها الى العربية خاصة بالجزائر. بدولة الجزائر ساقوم مرة اخرى بالضغط عليها لاختار اللغة العربية الخاصة بالمغرب لانني اقطن بالمغرب. كما تروا ان تم اضافتها هنا ساقوم بالضغط عليها. ثم اقوم بالخروج. ثم سادخل الى تطبيق يوتيوب استوديو لارى هل تم كما ترون هنا تم تغيير الجميع الى اللغة العربية. لوحة البيانات المحتوى الاحصائيات المنتدى تحقيق الربح. وكما ترون هنا تم تغيير الكل الى اللغة العربية. كما ترون المحتوى الاحصائية على سبيل المثال. كل شيء يظهر باللغة. الفيديوهات الرائجة نظرة عامل محتوى الجمهور الارادة. يعني كل شيء يظهر باللغة العربية ويمكنني فهم فهم هذه الاحصائيات وكذلك تحليل هذه الاحصائيات لاننا نفهم اللغة العربية بشكل جيد ويمكننا يعني فهم هذه الاحصائيات من اجل اخت تحليل من اجل تطوير العمل على قناتنا. يعني امر سهل جدا من اجل تغيير دون يعني تغيير لغة الهاتف يمكننا تغيير تطبيقات تطبيق يوتيوب وكذلك تطبيق يوتيوب استوديو يمكننا تغيير اللغات الخاصة بهم من الفرنسية الى الانجليزية او الى العربية او اي الى لغة اخرى تريدون فقط بهذه الطريقة دون تغيير لغة نظام الهاتف كما ترون هو يعني لغة نظام الهاتف ما زالت على اللغة الفرنسية كما تشاهدون. اتمنى ان ينال هذا الشرح اعجابكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتكم. ولا تبخلوا علينا بطرق اعجاب على الفيديو ان اعجبكم وكذلك اترك ارائكم في التعليقات. والى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد وفيديو جديد ان شاء الله.